السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في هذا الدرس الجديد من دروس الرياضيات للصف السابع بعنوان حل مسائل تتضمن المساحة السطحية الجزء الأول في نهاية هذا العرض من المفروض أن تكونوا قد تمكنتم من إيجاد مساحة الأشكال المركبة ثنائية الأبعاد قبل بدء في شرح المثال الأول في درسنا اليوم إليكم هذا التذكير درسنا في دروس سابقة إيجاد مساحة الأشكال ثنائية الأبعاد مثل المستطيل والمربع والمثلث باستعمال الصيغة المناسبة لكل شكل منها مثلا باستعمال الصيغة المناسبة أوجد مساحة كل شكل أولا مستطيل أبعاده كالتالي العرض 3 سنتيمتر والطول 7 سنتيمتر نعلم أن مساحة المستطيل مساوية لي ممتاز L times W حيث L هنا اختصار لكلمة length أي طول و W اختصار لكلمة width أي عرض إذن مساحة هذا المستطيل ستكون مساوية لي ممتاز 7 times 3 which is equal to 21 سنتيمتر سكويرد الشكل الثاني مربع طول أحد أضلعه 3 سنتيمتر مساحة هذا المربع ستكون أحسنتم L times L equals L سكويرد حيث L هنا هي طول أحد أضلعه هذا المربع إذن مساحة هذا المربع ستكون ممتاز 3 times 3 which is equal to 9 سنتيمتر سكويرد ثالثا مثلث طول أحد أضلعه 3 سنتيمتر والارتفاع الصادر من القمة المقابلة لهذا الظلع مساوية لي 4 سنتيمتر إذن مساحة هذا المثلث ستكون ممتاز A equals half B times H حيث B هنا هو طول القائدة أي الظلع و H الارتفاع الموافق لهذه القائدة إذن مساحة هذا المثلث ستكون half 3 times 4 which is equal to 12 over 2 equals 6 سنتيمتر سكويرد ننتقل الآن إلى المثال الأول والمتمثل في المثال رقم واحد من الصفحة 264 من الكتاب المدرسي يريد مهندس بلدية إحدى المدن أن تكون المساحة الخضراء أكبر من المساحة غير الخضراء في جميع حدائق المدينة المطلوب هل تحقق الحديقة الموضحة في الشكل المجاور هذا الشرط؟ وضح إجابتك لاحظوا أعزائي الطلاب أن شكل المساحة غير الخضراء هو شكل مركب والشكل المركب هو تجميع شكلين هندسيين أو أكثر إذن للإجابة على هذا السؤال سنبحث عن العلاقة بين مساحات المناطق الخضراء والمناطق غير الخضراء والمساحة الكلية للحديقة وذلك بتتبع الخطوات الثلاث التالية الخطوة الأولى قسم الحديقة إلى أشكال هندسية مألوفة ثم استعمل المعلومات المعطاة لإيجاد الأبعاد حيث سيكون لدينا هنا مستطيل طوله 14 feet وعرضه 12 feet وهنا مستطيل ثاني طوله 24 feet وعرضه 14 feet وهنا مستطيل ثالث طوله 24 feet وعرضه 11 feet وهنا مستطيل رابع طوله 35 feet وعرضه 12 feet أما هنا فلدينا مثلثين قائمين كل واحد فيهما متطابق الظلعين في المثلث الأول الأضلاع المتطابقة مساوية لـ 24 feet في المثلث الثاني الأضلاع المتطابقة متساوية كذلك ومساوية لـ 24 feet كما هو موضح في الرسم ننتقل الآن إلى الخطوة الثانية اجمع مساحات الأشكال غير الخضراء المساحة غير الخضراء مميزة هنا باللون الأزرق وممثلة في المستطيلين A وB والمثلث C كما أشرنا في التمهيد فإن مساحة المستطيل مساوية لـ أحسنتم L times W وبالتالي مساحة المستطيل A ستكون ممتاز 24 times 14 equals 336 بنفس الكيفية مساحة المستطيل B ستكون 24 times 11 equals 264 وأخيرا بما أن مساحة المثلث مساوية لـ half BH حيث B تمثل القاعدة وH تمثل الارتفاع الموافق لهذه القاعدة فإن مساحة المثلث C ستكون مساوية لـ ممتاز half 24 times 24 equals 288 عند جمع المساحات الثلاث نحصل على 336 plus 264 plus 288 equals 888 feet squared إذن المساحة الكلية غير الخضراء تساوي 888 feet squared نصل الآن إلى الخطوة الأخيرة وهي الخطوة الثالثة أوجد مساحة المنطقة الخضراء لإيجاد هذه المساحة لابد من حساب أحسنتم مساحة الحديقة كاملة لكن قبل ذلك لابد من تحديد طول وعرض الحديقة كاملة حسب الصورة المصاحبة فإن الطول مساوين لي ممتاز 35 feet plus 14 feet أي 49 feet أما العرض فهو مساوين لي 12 feet plus 24 feet أي 36 feet أحسنتم وبالتالي في مساحة الحديقة كاملة مساوية لي الطول ضار بالعرض أي 49 times 36 نطرح منها المساحة الخضراء أي 888 فنحصل على 1764 minus 888 equals 876 feet squared وبالتالي فالمساحة الخضراء مساوية لـ 876 feet squared بينما المساحة الغير خضراء مساوية لـ 888 feet squared إذن هل تحقق هذه الحديقة الشرط الذي وضعه مهندس البلدية؟ أحسنتم هذه الحديقة لا تحقق الشرط المطلوب لأن المساحة الغير خضراء 888 feet squared أكبر من المساحة الخضراء البالغة 876 feet squared ننتقل الآن إلى هذا التدريب السهل والمباشر حاول أن تحل صفحة 264 من الكتاب المدرسي يوضح المخطط المجاور مساحة غرفة يراد فرشها بالكامل بالسجاد المطلوب ما مساحة السجادة الجديدة؟ لديكم 10 ثواني للتفكير ومحاولة حل التدريب شكراً على المحاولة وإليكم الحل أولاً سنقسم المخطط إلى شكلين يسهل حساب مساحتهما كالتاني مستطيل A أبعاده 6 متر و5 متر ومثلث قائم طول ساقي الزاوية القائمة فيه مساوي ل6 متر وممتاز 9-5 أي 4 متر وبالتالي مساحة المستطيل A ستكون مساوية ل ممتاز 5x6 أي 30 متر سكويرد أما مساحة المثلث B فستكون مساوية ل أحسنتم half times 4 times 6 أي 12 متر سكويرد وبالتالي فالمساحة الكلية مساوية لمجموعة المساحتين السابقتين أي 30 plus 12 إذن مساحة السجادة الجديدة ستكون مساوية ل 42 متر سكويرد ننتقل الآن إلى فقرة أقنعني في هذا السؤال كيف تساعد معرفة مساحات الأشكال المألوفة في إيجاد المساحة الكلية لشكل مركب بالضبط المساحة الكلية لشكل مركب تساوي مجموع مساحات الأشكال المألوفة التي تكون الشكل المركب ممتاز نصل الآن إلى آخر فقرة في درسنا اليوم الواجب المتمثل في المسألة الثامنة من الصفحة 267 من الكتاب المدرسي وهذا نصه إلى هنا أعزائي الطلاب نأتي إلى نهاية هذا العرض شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في دروس جديدة في مادة الرياضيات للصف السابع شكرا على حسن المتابعة والانتباه